بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح ويؤلف بين قلبي وقلوبكم أجمعين أهلا بأحبة وصية رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة في حب حروف القرآن وسلسلة جزء عامة هنبدأ في صورة سبحان الله الصورة دي من قصار الصور الصورة دي هي محاطة بالصور المكية سواء قبلها أو بعدها الصورة دي تعتبر أدام قلت هي محاطة بالصور المكية يبقى هي أكيدها تبقى صورة مدنية احنا تكلمنا قبل كده عن الصور اللي هي المكية وإن اللي هي بيبقى فيها إيه كل آيات هتبقى إيمان تعليم إيمان توحيد عقيدة بس نيجي بقى في الصورة الجميلة اللي جاية دي سبحان الله لما هندخل فيها هنشعر إن هي هتبدأ بأسلوب أول ما بتبدأ الصورة بأسلوب نفي دي طبعاً أسلوب من أسلوب القرآن وهنلقى برضو فيه أسلوب آخر في جزء عامة للنفي هنشوف وهيبقى في صورة إيه الصورة دي إذا كانت هتبقى يعني أو هنقول عليها اللي هي بعض العلماء بيسموها صورة المنفكين وبعض العلماء بيسموها صورة القيمة أكيد كلكم عرفتها دلوقتي هي صورة إيه؟ أكيد صورة البينة صورة البينة قلنا صورة مدنية وسبحان الله تحيي الذي لا يموت لما جوم الكفار بيسأله كانت في صورة إن أنزلناه في ليلة القدر الكفار بيسأله هو القرآن ده يعني ليه نزل إحنا عايزين يعرف الهدف من نزله إيه يعني سبحان الحقيقة عايزين يعرف إيه إيه عايزين فلما رب العزة يعني بيرد على كلامهم لأن إحنا عارفين إن صور القرآن أو آيات القرآن كانت لها مناسبات مش في أي وقت بتنزل في مناسبة معينة في موضوع معين تسأل في رسول الله بتنزل الآيات وده أكبر دليل على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجيب الكلام إيه من دماغه لا ده بيوحى إليها وكلنا يعني مصدقين بذلك فكانت الفترة دي إن إحنا يعني نقول الفترة المدنية كانت قريش واللي حواليها وكده كان والديانات اللي قبلها نعد مع بعض يعني واقع البشرية كان يعتبر مظلمة واقع البشرية مظلم فمحتاج إيه نارة فسبحان الحي يعني حتى هما العرب زمان كانوا بيقتلوا الأولاد كان دايما الإغارات على بعض زي ما كنا في صورة العاديات الإغارة عشان تاخد حق أو تسب النساء وتاخد الأرض بتاعتي وسبحان الله حتى يعني كان النصارى اترهبوا بقى لهم مكانتهم الخاصة كده حتى ما بقوش يبقوا يشوفوا المجتمع في إيه والدنيا فيها إيه اليهود والنصارى اليهود نفسهم بقوا يكتبوا كتابات لا تمت بالتوراة أو كتابات كانت بتنزل لا تمت للإنجل بصلة فهمين فسبحان الله فرب العزة لما يبدأ الآيات العظيمة دي يت ببداية لم يكن لم يكن اللذين كفروا شايفين الكفرة حتى جاتش من الماضي يبا هنا لم يكن اللذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين واللاحظ هنا هو جات من أهل الكتاب قبل المشركين ليه لأن أهل الكتاب كانوا على علم كان عندهم علم ويعلموا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كل ده بيخبوه عشان إيه مصالح شخصية ليهم سيادة بتاعتهم هي بيتهم ما تقعشف وسط الناس لأسباب كلها أسباب إيه النفسية تخصهم هما فبعوني من الله إحنا هنبدأ الآيات دلوقتي بعوني من الله لأنها هتبدأ الآيات تفتح لنا آفاق يعني في آفاق مفتوحة واسعة جدا جدا فطبعا إحنا في حب حروف القرآن أنا يخصيني جدا إنك تحب كل حرف من حروف القرآن مخرج وصفة وحركة لما إحنا قلنا أي حرف معنا في القرآن لازم بتحب سمع صوته بتحب رسمه في المصحف العثماني دي حاجة تخصيني ومهمة جدا جدا لأنه هو ده البرنامج بتاعنا قائم على حب حروف القرآن هاجي برضو هبدأ بالاستعزة والبسملة كده عشان إيه حبيبي ممكن لحد بيسمعنا الأول مرة يريد تحقيق الحركات لو سمحتوه تحقيق الحركات دي من أهم الأشياء في تلوتك للقرآن احنا بنقول اعقل تدبر تفكر اسمع انصت انظر فكل ده عايزينه بنصبه في الآيات اللي احنا هنقولها النهاردة تيجي الآيات الاستعزة الأولى الاستعزة والبسملة نجيبها مع بعض اعو ما تقولش ا ا ا ا لا في ا في ناس بتقولها ا لا هي ا الف همزة وفتحة ا اعو اعو ضم شفيفك للأمام اعوذوا بي ما حدش يقولي اعو اعو جايب لي خايشون مش هقبل التلوى بتاعته مش قرآن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيتدرس القرآن مع جبريل كان جبريل يقوله رب يقولك ايه لا لا تحرق به لسانك اللي تعجل به ما تستعجلش يا رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هنعلمك حرفة حرفة ما تقلقش وانتو اللي قاعدين معنا بعوني من الله انوينية خالصة لله يا رب اطلق لساني بالقرآن هيطلق لسانك بالقرآن اللهم بلغني رمضان وانا متغير اه مع واطف عزب في جزء عامة بس لو هتقرأه صحيح كفى بها نعمة في رمضان هو ده اللي هيقاحلك لإيه لمعرفة بقية التجويد والإيه آه الأحكام اللي احنا نتدرسها مع بعض ملقى عو اعوذ بالله من الشام سمعيني الشيني المشددة مين الشي سمعيني الشيني الرخوة فيها والياء الرخوة كأن الحرف ليه وقتك بيجري كده بينا صوت الحرف بيجري مين الشيطاني الرجيم خلي بالك صوت الطا انا اقوى حرفي في الحروف اقوى حرف مفخم عندي في الحروف الابجادية حرف طا المفتوح وكمان بعده ألف مادية ما قولش طا 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 مش تابعنا جي انا طا 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 وحتى دايما يعني جماعة ما تقولوش ان احنا بندقى او كده ليه لانك حتى لما بتاخد كورس انجليش كان الدكتور يقولك what is the difference between بي and با هوين يوسي بي بي يجيب لك ورق كده هوين يوسي في بي زبيبر كان مطموك ما بتتحركش انما لما تقول با با اه يعني فيه فرق في المعنى بالنسبة للغة علم الفونيكس في اللغة الانجليزية فيه فرق باللاتنين بيتقيلة وبيه خفيفة فاحنا هنا لما هنجي هنقول البسملة حقق لي كل الكسر اللي في البسملة با كسرا بي ميم كسرا مي هقق كسرا هي نون كسرا ني هقق كسرا هي يبقى ما اقولش بي اقول بي بسم الله الر سمعين صوت الكسر بتاع اسمه الجلالة الهق ما تقولش هر ها ها ده مش قرآن بسم الله الرحمن نير سمعين النون المكسورة ودخل على الرأي الساكنة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في آياتنا العظيمة الجميلة طبعا هي بدأ بلم حرف الجزم وحرف هو نفي كمان لم يكن ايه دا دحقتها لم يكن ايه دا اللي حصل للنون كوي السيرات النون جاية مكسورة هنا لماذا حد من حبيبي اللي بيتابعوني على اه التخلص من التقاء الساكنين او سمع التخلص من التقاء الساكنين انا شايف حبيبي بيرد علي طبعا هنا لم يكن لم يكن اللي كسر النون للتخلص من التقاء الساكنين لأن النون دي كانت ساكنة ويدخل على مين اللام الأولى في كلمة اللذين يبقى كسرت للتخلص من التقاء الساكنين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين نيجي هنا في الآيات العظيمة لم يكن خلاص قلناها النون مكسورة ليلة تخلص من التقاء الساكنين لم يكن اللي لم يكن اللي لسانك حروف لسوية ذال الذين هادي هنا هوت فيه هنا مادة طبيعي الياء الجميلة لأن قبلها ده الذال المكسورة ما نقولش كفروا كا 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 فا رو الكاف مرقاقة فا مرقاقة أنا يرأ مفخمة من أهل النون مع الهمزة في حكم ايه ازهار من أن أدي صوت النون العادية بتاعتنا خالص اه ايه ده ده الهاء دي بتقولك أنا فيها رحاوة وفيها همس وفيها استفعل وفيها انفتاح وانا كمان أضعف الحروف فلو سمحت دايما الهاء بتبعت لك رسالة وانا مضمومة وانا مكسورة وانا مفتوحة ما تضيعش حقي ما تقولش لهم ها ها هو هو لهم شايف النطقة لأن احنا بنقرأ بعوني من الله كما قرأ رسول الله مع جبريل كما علمنا رسول الله وعلم الصحابة والتابعين لغاية ما وصل إلينا القرآن يبقى كلمة أه أه أدي صوت الهاء رخوتها أهل الكتاب والمش سمعين صوت الشين أولا ايه وال الصوت اللامت توسط بتاعي الشين رخوت الشين والمشريكين منفكين هي كل منفكين جي معناها ايه حد يارق منفكين يعني ايه من حبيب اللي قاعدين منفكين بمعنى تاريكين اللي هما فيه تاريكين شركهم هل هيتركوا شركهم هل هيتركوا عنادهم هل هيتركوا السلطة بتاعتهم فهنا ايه رب العزة يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشريكين منفكين تاريكين ايه الكلام اللي بيقولوا فيه الباطلة حتى تأتيهم البينة ايه حتى ايه تأتيهم تأتي لهم بيينة يعني هل لما تأتي لهم البينة هيحصل ايه تغيير فسبحان الحياة فكلمة البينة دي بيقصد بيها الوضوح بيقصد بيها البينة دي معجزة ما هما في حالهم وفي الباطل اللي هما فيه بس لما يأتي لما جاءت لهم البينة وظهرت لهم البينة اللي هي كانت ايه ايه هي البينة الاية هترد عليك الاية اللي بعدها البينة هي رسول من الله البيينة رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم ورسول سبحان الحي يعني في الوضع بتاعنا هنا هو اضافوا من الله يعني الرسول ده مش كلام من نفسه هو كلام الله المعجز القرآن هو اللي انزلوا الله لرسول الله فان هو ايه يقولك رسول من الله يعني الرسول ده مجاش ايه من نفسه يتلو بس يت يت يتلو سبحان الله الفعل مضارع فعل مضارع يعني معناه استمرارية الى يوم القيامة اذا كان رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن هيفضل الناس اللي بعدين وانا قعده وربنا اللي علم يعني الواحد تعبان وكده بس لعل وعسى حد يتعلم حرف واحد من القرآن كفى بها نعمة انك ربنا يطلق لسانك النهاردة بنطأ حرف من حروف القرآن ليك كان احد العلماء يقولك خيري من قيامك الليل بمئة ركعة ولو انا علمتك خيري من قيام الليل بألف ركعة اما كنت بقول كده في المسجد ازاي النبي كانوا طلاب يقولولي ماما واطف يعني انت تاخدي ألف وإحنا مئة طب اللي قلته ده روح علمه انت داعي في الأرض داعي في الأرض الكلام اللي قلته قوله لأختك قوله لزوجتك قوله لخطبتك قوله لأمك قوله لصديقك خدوا بأدين بعض يا جماعة خلاص رمضان على الأبواب فقولوا اللهم بلغنا رمضان ويا رب افتح لي أبواب الطاعات وأجمل بطاعة خيركم من تعلم القرآن وعلمه أجمل باب يا رب ما يحرمنا منه أبدا إلى أن يتوفينا يقول إيه رسول تنوين مع المين في إضغام بغنى أكمل ما تكون رسول من الله يتلو صحوفا مطهرة خلي بالك في كلمة مطهرة برد هنا صحوفا في إضغام كامل بغنى التنوين مع المين من مشددة إدي وقت الغنى الجميل ما تستعجلش بالتلاوة في كلمة إيه مطاطا إيه ده الحرف الطاء المفخم من اللي جاية هنا صوت الهاء المشددة ما لك يا هاء تقول لي أنا مش عايزة حد يأثر فيها ما تقولش مطهرة ها ها أقول لك لا ده مش اسمي أنا مش أنا إيه أه ها مطه مطهرة أصد خلي بالك الهاء موجودة بالمين الطاء مفخمة والراء مفخمة فخلي بالك جدا جدا من نطقي وإحنا قلنا دائما في نطقك ليه القرآن لازم تعرف إن في حدود وفواصل بين الحروف بعضها وبعض ما حدش يأثر على بعض ما حدش ياخد حق أحد أبو عمر اصدل علوه السلام عليكم طيب الخط نقطع طيب نقول معنا يبقى إيه لأية العظيمة في كلمة إيه رسول من الله يتلو صحوفا مطه مطهرة وفي الآخر برضو الهاء الجميلة اللي هي التاء وإحنا وردت علينا كتير التاء المربوطة في حالة الوقف عليها تبدل إلى هاء وتاخد طبعا إيه صفات الهاء اللي إحنا وقدنا في دورة المخارج والصفات فيها فيها كتب قيمة الله يبرك لكم فيها طبعا فيها هنا فيها المد طبيعي في الهاء ومد طبيعي في الهاء كو كو كوتو إذا ده التاء كمان مضمومة وكمان المعزرة الباق مضمومة والتاء مضمومة التاء المضمومة جيد إذا ده فيها حكم الأحكام نون الساكنة والتنوين بعدها قاف اسمها حكم إخفاء بيغنى مرققة لأني مين جاية بعدية القاف الجميلة ويريت هنا ما تقولش إيه قيمة قيمة ما تضغطش علياء إحنا اتفقنا مع بعض الياء هي عبارة عن إيه ده الياء هنا مالها مشددة بالكسر اسمي أي أي خلاص ده اتفقنا مع بعض أي ياء يقولك نبر الياء إنك تديني رخوتي إنك تديني ليني رادو اتفضلي يبقى إيه فيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رادو أهلا بيك حبيبتي رادو سمعني يا رادو أقرأ اه اتفضلي هاتي الاستعزة والبسملة أعوذ بالله من السيطان الرجيم طب بص يا رادو سمعني يا حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جميلة لم يكن الذين كفروا من بص يا رادو بص يا رادو لا استنى يا رادو الله يبارك لك ليني هنا بص يا رادو يا رادو حتى تأتيهم البينة طب بص يا رادو الله يبارك لك بصي قولي ورايا كافروا يلا يا رادو بص يا رادو ما تقوليش كافروا أنا مش كاف أنا كافر رئيئة كافروا يلا يا رادو كافروا جميل وبرضه الله يبارك لك بصي هنا في كلمة جميل وفي كلمة الشيطان اللي فوق ما تقوليش تا 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 أنا مش تا أنا تا مفخمة بصي قولي ورايا الشيطان فضالي الشيطان بس مشنو بقى هيا نيه هنا الشيطان الشيطان يلا يا رادو الشيطان برافو ممتازة ويا ريت انت معاك بابا اللي بيعلمك ولا مين اللي بيعلمك في البيت يا رادو ماما ماما ربنا يبارك في ماما وقولي الماما بقى تسمع معنا تسمع معنا البرنامج عشان الحاجات اللي بعلق عليها تخلي بالها جدا جدا وهي بتوجهك بيها فاهماني يعني في كلمة البي البي شايفة الياء الياء تاخد وضعها كده وقف علي ما تختلسيش الحركات يا رادو يعني هي ماما ممكن هتفاهمها لك أكتر بص يا رادو يعني قولي ورايا البي جاليا يا رادو البي برافو ممتازة فما تهتمش بكم تلاوة وعايزة تجري وتستعجلي لا براحة خالص جميلة جدا بس خلي بالك بص هنا بص هنا يا رادو يا رادو بص معي احنا قلنا في الفعل اللي هو الفعل المضارع يت هتدي همس التاء لان كل حرف ليه صفات معينة لازم تجي بيها وانت بتقرأ القرآن لو ما جبتلوش الصفة هو الحرف هيزعل منك فاحنا نقول له لا دا احنا بنتعلم فهتعودي امتبع الفئة اللي رسوله ليه صلى الله عليه وسلم بيقولي اللي بيتتعتع بالقرآن وهو عليه شق له أجران ماشي حبيبتي يبقوا لي ورايا يت يت لو ردوة طيب يت انت معي لسه طيب علي صوتك يت لو لح بص يا ردوة يا ردوة يت لو صحفا متحرة طيب ممتازة اسمعيني في بقية الآيات يا ردوة ماشي حبيبتي هنبقى نرجع تاني اللي في اسمعيني يا ردوة يبقى فيها كتب قيمة وسمعين صوت الغنة الغنة التنوين بتاع الباء مع القاف غنته مفخمة ليه الغنة مفخمة لأن جاية حرف القاف اللي بعديها يبقى غنة اخفاء منها مفخمة وفي الآخر الآية بقف على الآية بإلهاء لأن قلنا التاء المربوطة في حالة الوقف عليها تبدأ إلهاء يبقى فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت هم البيينة آه خلي بالك هنا وما تفرق الذين تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من إيه من بعد ما جاءتهم البيينة يعني خلي بالك إحنا حتى في الحياة ساعات بنوجه الناس إحنا علينا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي قال له إيه لأن رسول الله في دعوته تعب جدا 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 فقوله يا رسول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء إحنا زي ما بنقول لكم يا حبيب قلب تعالوا على الفيس على المسينجر على الإيمو على اليوتيوب القناة عندكم اتعلموا أجي بأسهل الطرق يعني محدش بنقول لكم تعالوا واصرفوا مصاريف أهي القناة عندكم كل الأحكام عندكم اتعلموا إحنا بندعو الناس اللي ربنا رأيت بهداية لما تكون نيتك صادقة مع الله يبقى هنا وما أمير لا هنا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد يعني البيينة جت لكم والقرآن المعجز أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه في عناد وكفر سبحاني الحي الذي لا يموت قلوب قاسية ربنا يعافينا من القلوب القلوب عليها غلف ربنا يعافينا من تلك القلوب يبقى نقولي كلمة هنا وما تفرق قل الذين مرشي قل قل ما جيبش اللام هنا مفخمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا إلا من الله يبرك لكم النون المنقلبة إلى مين مخفى بعض علماء قالوا فرجة وبعض العلماء قالوا أننا هنمطقها كأن ضم للشفيف للشفيف على بعض الاثنين أنا بقول لكم الصحيح بتاعها بعد ما دورنا وبحثنا وهي أكتر من خمسين ستين عالم بفضل من الله في الآخر قلنا هي لجزة ما بين الشفتين يعني إيه لجزة كأن الشفتين بيرتاشوا على بعض مين سمعين مش ميم مش ميم أنا مش ميم هي النون انقلبت إلى ميم مخفى وده اسمه حكم الإقلاب عندك في النون الساكنة والتنوين نيجي بعدها إيه لازم يكون بعدها باقة وأعمل إيه هد الغنة للميم وفي الآخر أطلع صوت الغنة فين في الخيشوم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وسبحان الحي قلنا على طول أي موجة بتلقى بعدها همزة تمدها أربع حركات اسمه مد هنا مد متصل واجب اتفضل يا طارق طارق اتفضل اقفل التليفزيون وعليكم السلام يا طارق يلا اتفضل اتفضل يا خبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طارق عندك كم سنة يا طارق بسم الله الرحمن الرحيم يا طارق انت عندك كم سنة لم يا طارق ما تسمعني عندك كم سنة يا طارق 11 عندك كم 11 طب بص يا طارق الله يبرك لك بص حقق للكسر يعني خلي معلمك اللي بيعلمك قل له خليني أقول الكسر زي يعني معلمة أنا ماما واطف عزة بقولها أقول لك حقق الكسول بسم المل بقى كسربي ويميم كسربي بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يلا يا طارق بسم الله الرحمن الرحيم طب اعفل التلفزيون خالص يا طارق اعفل التلفزيون خالص عشان أنا مستمعك رسالة بوجهها لكل أم الله يبرك لك لكل أب لكل أخ كبير يعني زي طارق ليه أخ كبير أنا عارفة أني إحنا معظمنا مضيعين في الحركات بس الرسالة بابعتها النهاردة من برنامج حب حروف القرآن أني إحنا نتعلم يعني إيه كسر يعني نعلم ولدنا يعني أنت أم اتحقق من الكسر وعرفي وعودي مع ابنك هو هياخد وقت معاك بس مسافة أسبوع بعوني من الله تلقيه مميز ما تحلوش يقر قرآن كده هو مش فاهم أصلا بيقول إيه ما تفرحيش بذلك يعني ده شيء يعني كأنه أغنية بيقولها كأنه لا هو ده قرآن ليه وضعه لازم كلام الله يتعلميه زي ما هو فما تفرحيش بكم تلاوة يا حبيبة قلبي ابنك لو هياخد صفحتين من جزء عامة خلال شهر كافى بها نعمة بس يفهمها يتدبرها ينطقها صحيح ما تهتموش بالكم الله يبرك لكم ربني يسعد لكم الحالة طارق معايا لسه طارق طيب هنكمل الآيات طارق انت لسه معايا طب تعرف تجيبلي بقى الكسر زي ما أنا قلته اتفضل قول ورايا بسميل يلا يا طارق بسميل برافو ممتاز ممتاز بسم الله الرحيم لا لسه معايا لأ بس لا قول معايا جزء جزء بس النهاردة مش هتقول غير البسملة قول ورايا بسم الله برافو يلا يا طارق بسم الله الرحمن الرحيم جميل جميل احسنت يا طارق ان شاء الله مع الوقت وماما هي اكيد سامعينا او بابا هيقولك او معلمك يا ريت اتكسر تخلي بالك منه جدا مع الطفل ده لاني سبحان الحي كأني لو انا بعلمه وديتي لوته انا بقى قاسمة في حقه خلي بالكو لكل معلمة لو معاها طفل زي كده وبتعلمه كده هي ليه حرم عليكي حرم عليكي علميه صحة ده رسولك صلى الله عليه وسلم وهو بيتدرس القرآن مع جبريد يقوله ما تحركش بي لسانك استنى يا رسول الله هنعلمك حرفة حرفة فلازم ده اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه محمد طيب هكمل للآيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنافاء ايه ده الهمزة خلي بالكو في الآخر هنشوف الوقف على الهمزة وما أمروا يعني رب العزة مش طالب منكم يا عباد الله كلكو في الأرض وما أمروا إلا ليعبدوا الله والعبادة دي يبقى مخلصين أصلي فيه فرق بين أنك أنا يعني هأدي عملي بإخلاص عملك تؤدي بإخلاص فما بالك بقى العبادة لما تكون مخلص مع الله والله العظيم لو كلنا أخلصنا في عبادتنا ما هو أصلا عملك ونزولك شغلك ده ما هو ده لنا جاية من الطريق وجاية لغاية هنا ما هو ده عملي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يتقبلوا خالص تواجه الكريم اللي وقفين بيحضروا في التصوير والكلام ربنا يبارك في عمرهم ده عملهم فهم عايزين يطلعوا أحلى صورة وأحلى صوت ومجهود عليهم ربنا يبارك في عمرهم فهم يعني ربنا يبارك لهم جميعا يا رب يعني مجهود رائع ومجهود يصحوا بادر ويجهزوا ويعملوا فربنا يبارك لهم ويجددوا النية في العمل عشان تؤجر على العمل اللي بتعملوا ومش يعني أمه إسلام تفضلي أمه إسلام السلام عليكم وعليكم السلام حبيبة قلب تفضلي بقول لي حضرتك عايزة أسأل على حاجة فيلي التليفزيون يا إسلام ممكن طب خير يا قلب تفضلي 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 يا إسلام بقول لي حضرتك تفضلي أيوة فيلي التليفزيون أوضتي كده شوية أنا معايا ابني معايا ثلاثة بيوز وبنتين ومجوزاهم ربني يا فردك معايا ولد الوسطاني مقطعني عشان منحط عشان إيه قلبي؟ وانا عملت معهم حدات كتير أقوة 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 أقوتي مقطعني عشان يتسدوا عشان مراقب أقوة 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 مabulوة أحرموا أقوة أقوة أقاصة أقوة أقوة أخوة أهلا بركة بيته ولا في عياله أصلي رب العزة قال ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدي إحسانا هل أنت تتوقع لو حضرتك ربنا يبارك في عمرك موت وانت غضان عليه ربنا هيبارك له في حاجة إطلاقا فأنا قصدي أنت حب نفسك بقى يعني اسمعي نصحتي حب نفسك ومن أبكاك لا يستحق دموعك دي ما يستحقش دموعك هو إرميه ورى ظهرك بس ما تقوليش أنا غضان عليه بالله عليك لأن غضب الأمة هيحصل له وفي الآخر برضو إحنا اللي هنزعل يعني فاهماني إحنا مش هندعي بس نقول ربنا يصلح حالهم ربنا يطهر قلوبهم يعني لأن الدعاء أنت احتسب الأجر احتسب تعبك وكل ده أنت كنت بتربي لله ولا الغير الله أنت بتربي لله كل لسه هو بنقولي يعني وما أمره إلا ليعبدوا الله يعني أنت تخلقت للعبادة عشان ييجي الولد ده يعني نسأل الله أنه ربنا يهدله نفسه ويهدله حاله بس مخلصين له الدين وهو تربيتك لابنك ده هل أنت نفسك ابنك ده يبقى الصدقة الجرية ليكي ادعيله بالهداية معلش هو هنا لسه دماغه لسه ما تقلقيش بس يعني أسألك بالله أنك أنت ما تغضبش قوي لأن غضب الأم جامد والله يا جماعة هتدفع ثمنه يعني كل ابن بوس على إيد أمك والحق ورسالة بابعتها لابنك يا مؤسلام يعني إلحق بالله عليك لحسن ربنا بيتركك بيتركك ولكن وقت الأخذ هيأخذك أخذ عزيز مقتدر احذر 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 أستاذ فاطمة من أسوان اتفضلي ألو أيو يا فاطمة اتفضلي يا فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي ممكن أقرأ ما حضرتك اتفضلي هاتيلي الاستعاذة والبسملة كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس يا فاطمة الله يبارك لك بسي ما تقوليش أعوذ بالله كأنك نزل سلم كده أعوذ بالله كأنك بسي فيه يعني إيه حروف القرآن كده لها وضعها لها مكانتها فدايما هي حروف القرآن مشى في خط مستقيم زي ما كنت أقول لكم السفينة حب حروف القرآن كأننا راكبين مركبة وإحنا بنقرأ القرآن كده مستقيمة مشى في البحر أول ما يجي حرف مفخم تلقي المركبة عاديت طبعا يعني حبرتك أقول إيه بص يا حبيبت أدي ورايا أعوذ بالله من الشيطان سمع صوت الط من الشيطان الرجيم فضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب أحسنتي هتلبس ملة بسم الله الرحمن الرحيم بص يا فاطمة الله يبرك لك حقق إيه للكسر يعني أنا قلت حتى لإخواتك أبديك يعني صغيرين في السن يمكن هانك حقق الكسر بسم الله بسم الله الرحمن يعني أنا عايزك النهاردة بس اتضربيلي بص اعملي واجب النهاردة قولي ماما واطفة عزة بديتني الواجب النهاردة تحقيق حركة الكسر مع كل الحروف والضم يعني باكسرة بي 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 فهمني ميم كسرة ميم ميم وانت بتنطقيها اديني الحركة ماشي قلبي هاتي بقى البسم الله لو تقدري طب قولي لي حضرتك أقول إيه وانا قلتها يا قلبي بص اصلا أنا مش عايزة عيدها عشان ده وقت يعني الحلقة يعني أنا قلتها اسمعيها مرة أخرى او ادخلي على اليوتيوب بكتبي ايه الاستعاذة والبسمال عواطف عزب هعيدها مرة واثنين اسمعيها لأننا مش هقدر عيدها كذا مرة يعني الوقت الحلقة هيخلص قبل ما خلص بقيت المحاضرة تهمني فأنتي قوليها كده بس حقق الكسر يلا فضلي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة تحقيق كسر جميل 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 جدا اللهم باركة رائعة يا حبيبة قلبي اسمعيني يا ريت اسمعيني وانا بقول قولي ورايا لم يكن الذين كفروا طيب بصي نفس الخطأ اللي أخطأ فيه أخوك قبليك كفروا قاقا انا مش قايا جماعة انا كاف كفروا لم يكن الذين كفروا يلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة جميلة أحسنتي أنا عايزكي بقى اسمعيني الأية اللي جاية معايا وقرأيها يعني اسمعيها وبعدين أخليك تقرأيها اسمعي كده شرحها معايا وبعدين نكملها مع بعض هني يجي للأيات اللي بعد كده نقول إيه وما أمروا قلنا أي موجة وراها همزة تتمدى أربع حركات أي موجة وراها همزة تتمدى أربع حركات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنافاء وخلي بالكم هنا حتة جميلة جدا ما تقولش ليعبدوا الله في ناس تقولك ليعبدوا الله لا أنا الدالي الرئيئة ليعبدوا ليعبدوا الله لأن حتى الواو المادية في كلمة ليعبدوا هتو يعني هتحزف ليه ليه للتخلص من التقاء الساكنين فبصوا كم حاجة جاية وبرضو جاءتهم جاءتهم البينة مين جماعة الزكورة ضمت للتخلص من التقاء الساكنين كذا حاجة عشان كده دايما بقولكو يا جماعة ربنا يبركلكو اكتبوا على اليوتيوب بالتخلص من التقاء الساكنين عواطف عذب اسمعوا لازم الحلقة دي تسمع لأنها هتقبلك طول ما احنا ماشينا هتقبلك المواضع دي التخلص من التقاء الساكنين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة بصينا ويقيم ايه دا اقامة الصلاة دي مو يقصد بيها ايه اقامة غير اداء اداء الصلاة غير اقامة الصلاة اقامة الصلاة يعني لها توقيت معين اقامة الصلاة يعني تعرف المقصد من صلاتك مش العملية الله اكبر الله اكبر السلام عليك لا 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 عمري دي ما كان الصلاة هل بتهيأ نفسك قبل الصلاة اه هيأ نفسك بدرس علم بقراءة صفحة قرآن فإقامة الصلاة المقصد منها انها تنهاك عن الفحشاء والمنكر عملت اي حاجة غلط بعد كده استغفر الله اي معصية عملتها استغفر الله ربنا رحمن رحيم يقيم الصلاة ويؤتو الزكاة وحتى بصر الفعل هنا فعل ايه مضارع استمرارية ويؤتو الزكاة وخلي بالكو ان كانت الزكاة كفرد فرضت في مكة ولكن يعني وسع انتشارها وبقى اكثر في تمكين اخذ الزكاة من الناس كانت في المدينة يبقى نقول للايات العظيمة واد الامر وانا امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدينة حنفاء يعني حنفاء يعني على الطريق المستقيم دايما تقول يا رب اهدينا اهدينا الصراط المستقيم والدينة الحنفية للي من سيدنا ابراهيم عليه السلام فنسأل الله السببات في الامر لا دا كمال لسه فيه امر ويقيم الصلاة شوف الصلاة كانت كام خمسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ان هي تتقلل اللي قد بقت خمس صلوات خمسة خمسة يا جماعة يعني اللي ترك الصلاة استغفر كده ويرجع تاني لله ربنا بيحبك ربنا بيحبك يلا قوم كده ويبدأ تاني من جديد ويؤت الزكاة ذلك دين القيمة ذلك دين القيمة دين الاستقامة الطريق المستقيم طيب ولا تتفضل ولا معنا تتفضل حبيبتي ولا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي تفضلي تفضلي يا ولا اهلا بك حبيبتي تفضلي هاتي الاستعزة والبسملة اعوذو طب بصي 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 صوت التليفزي المتاعي تفضلي يا لو تفضلي يا ولا تمام كده اه تفضلي حضرتكم من سماعك من التليفون يعني انا سماعك اتفضلي تفضلي يا ولا اعوذو بالله من نشر سيطان الرحيم بص يا ولا انت كنت معي من اول المحاضرة ولا ولا استني لا استني الله يبارك لك ولا انت كنت معي من اول المحاضرة ولا يا ولا يا ولا انت كنت معي من اول المحاضرة حبيبتي نعم شكري كنت معي من اول المحاضرة اه طيب بصي مش انا قلت من جبش خيشون في العين قولي ورايا اعوذو بي قولي ورايا اعوذو برافو اعوذو ايوه من نجبش خيشون اعوذو بالله من الشيطان الرجيم طيب بصي ما عنديش من اش 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 لا من الشاي ازاي من اقولك يا ولا انا عايزك ببيت شاي ولا شاي من الشيطان الرجيم تضلي من الشيطان الرجيم جميل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة ممتازة يا لوقة خليك معينا اسمعي الايات اللي جاية كده اسمع معي الايات اللي جاية بتتكلم بقى عن الايات ايه بتبدأ بقى تفنة امين اللي كفروا واللي عملوا صالح واللي امانوا تولي الايات ايه يا دبتورة ممكن اقولي الايات ثاني كان لحظة نعم دي اتفضلي يا حبيبتا عايزي تسألي اتفضلي لو سمعت عايزي تدعيلي بالهودة كده يعني وبيعبادة ربنا اكتر من كده عشان مترد متردد ان يعني بص بيصلي تمام وبعد كده بقطع مرة واحدة عايزي ربنا يهديني كده ان شاء الله بصي قلبي بصي انتي وانتي حب نفسك وولي بعوني من الله بصي قلبي ربنا يصدحلك حالك وبالك انتي قوية انتي جميلة وجواك طاقات جميلة بس ما تحاوليش تتكسلي همي همي كده يعني كلنا فينا طاقات جميلة يا حبيب قلبي يعني بنسأل الله الهودة والتقى والعفاف والغينة فانتي قولي باسمك اللهم القوي قويني يا رب انقلني من حولي وقوتي لحولك وقواتك يا رب ارزقني تعلم القرآن افتح لي الأبواب يا رب قويني نفسي انتي قوية انتي قوية حبيبتي بس شدي شوية على نفسك يعني خذ الكتابة بقوة كل أمر بتغديه خديه بقوة فاهمني؟ وقدم انتي في معاية الله هتلقي الأبواب تتفتح بدون احتساب ماشي؟ ماشي قلبي نكمل الآيات بتقولي إن الذين كفروا بصوا جايتاني كفروا ما فيش قاقا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وضعهم ايه؟ اللي كفروا قاتل بينة وقالهم الرسول وقالهم الهودة إنه هم هنا ما فيش فيش عقول وما فيش قلوب على القلوب ران فرب العزة يقوله ايه؟ هم فين وضعهم؟ نار جهنم خالدين فيها أعوذ بالله من نار جهنم يا رب يبا هي الآيات شايفين؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خالدين في نار جهنم خالدين فيها ولا يزب الله ده لسه كمان أولئك هم شر الدارية يا الله شر الناس شر الخلق هم هؤلاء لأن العناد وطغيان شديد سبحان الحي الذي لا يموت ويعني نقول يعني أصعب عناد إن هما كانوا بيعملوه إن هما ما بيطلعوش الصحيح من التوراة والإنجيل بيخفوا الأساسيات بيكتبوا الكتاب بأيديهم عاو يقولوا بعد كده هذا من عند الله فمصيبة مصيبة اللي يخب العلم وما يظهروش للعالم ده يعني أكبر نقول إيه؟ أكبر شخصي ربنا إن شاء الله إن شاء الله هيحطه في السعير في نار جهنم وهيكون خالد فيها فنسأل الله السببات في الأمر لأن إحنا دائما نقول زكاة العلم العلم كله طلع اللي عنده علم يقوله لغيره سبحان الله بتبقى صدقة جارية لك لا ما تعلمش ممكن حد هيدعي لك بظهر الغيب هتيجي بقى الآيات بتاعتنا يا ربنا يعافينا من شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سمعيني الوقف في التأفي الآخر الهمس الجميل إن حرف مشدد غنة أكمل ما تكون الذين آمنوا مد بدل حركتين آمنوا إنهم المضمومة والواو المادية الجميلة وعملوا برضو هنا الواو المادية تسقط للتخلص من التقاء الساكنين يعني هنقول إيه وعملوا الصالح يعني الواوها تسقط والألف سفر مستديرها تسقط والألف همزة وسطها تسقط واللام الشمسية تسقط يعني كأنك بتطلع من اللام المضمومة للصاد نسأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك وهم خير البرية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن احنا نكون من خير البرية إيمان وعمل صالح جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن لمن للمؤمنين وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها جزاؤهم عند ربهم إيه؟ جنات جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خلي بالكم من الإخباءات الجميلة دية خالدين فيها دا الأجمل والأجمل جاية دا لسه مش جنات بس رضي الله عنهم رضي ضي ما تقولش رادي ما تجيبش دا رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك لمن خشي ربها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يجعلنا من المؤمنين من الصالحين من أصحاب الخير البرية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يرضى عنا يرب يرضى عنا واغفر لنا زنبنا ويصر لنا أمورنا واطلق ألسنتنا بالقرآن وجعلنا من من يخشاك نسأل الله العظيم كما جمعنا بقدره في هذا المكان يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة واللهم صلي وسلم وبارك على حبيب المصطفى وعلى آلي وصحبي وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبتم وطابت أيامكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته